مدينة القاهرة العريقة المنتد تاريخها لأكثر من ألف عام أو لنكون أكثر وضوحاً فإنها تخطط الألف عام باسم القاهرة لكن عمرها الفعلية تخطى هذا الرقم بكثير وكونها العاصمة المصرية لعصور طويلة جعلها واحدة من المدن المليئة بالمعالم التي لا يمكن تجاهلها فهل فكرت في زيارتها وتدوين معالمها وتوثيقها بالفيديو؟ صانعت المحتوى نور نبيل تفعل ذلك وتقدم لنا معالم القاهرة التاريخية والأثرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة نور أهلا بك في شير أهلا بك إزايك الحمد لله تماما نور نور أحكي اللي أنت بدأت المحتوى ده إزاي؟ بدأت تقريبا في 2022 وكت أنا أصلا ده مش شغلي خالص ولا دي دراستي بس أنا كتت عايزة أعمل حاجة كده جنب الشغل عشان ما بقاش بزهقة أو بحسن بمالة يعني من الشغل فقلت أنا أصلا بحب الأماكن الأسرية جدا وبحب الكصص والحوازيت والحاجات القديمة عمتا كده وبحب أكتشف الأماكن وبحب أكتشف الكصص فقلت أنا ممكن أعمل حاجة شبه كده على السوشل ميديا تكون حاجة بطلع فيها طوقها موجودة عندي وفي نفس الوقت أكون بعض الحاجة بحبها حاجة مختلفة يعني يعني ده السبب اللي خلاكي تقرر يتقدمي المحتوى ده مزبوط أو إن أنا عايزة أقدم حاجة من ناس كتيرا ما بتعرفش تقدمها بالشكل اللذيذ ده أو بالشكل معين بيقدموها بشكل كده لهو معلومات بقدم معلومات وخلاص وفي نفس الوقت كنت عايزة أكتر حاجز الملل شوية في حتة الشغلة أو في الحقيقة عمتا طب قولي لنا أنت قلت لنا أنه هو ده مليوش دعوه بدراستيك طب إيه دراستك هي؟ أنا خارجة كلية أعلام جامعة الكاهرة كوسمة إنجلش 2021 فأدراستي أعلام وشغلي دلوقتي فيه في مجال الماركتينج الدرجة الماركتينج يعني أكيد الأعلام يعني فادق في صراعة الفيديوهات مظبوط جدا طبعا هو فكرا هو كل حاجة بعملها دلوقتي ممكن تكون أخدتها من الأعلام فكرة إن أنا إيه التوفيكس وإيه المواضيع إن أنا أبعد عنها ومتكلمش فيها أو إلا أنا أبقى لأ أبركز فيها فكرة الهيومن رايتس حاجات كثيرة قوي الإعلام فادها بصراحة في صناعة المحتوي طيب يا نوري يعني بما إنك درس إعلام ليه ما درستيش طب سياحة وآثار مثلا يعني علشان الإعلام ده كانت الحاجة اللي نفسي فيها من وانا صغيرة يعني من وانا طفلة وانا نفسي أشتغل في الإعلام وفي الصحافة وفي الميديا وذي حاجة يعني أنا كنت بذاكر وأنا في سانوي وأنا في كل المراحل علشان خاطر أدخل الإعلام وفي الآخر إعلام برضو هو مجال بجد من أكتر المجالات اللي ممكن نروح منها الحاجات تانية كثير يعني هو بيصبه في كل حتة فأنا دعمني يعني هو دعم صناعة المحتوى دعم التصوير دعم اللي أنا إزاي أمانتج أو إن أنا إدت الفيديو بتاعتي فهو أصلا فات كل ده فلو أنا كنت درسة يعني أصور بس أو أي مجال تاني أنا من كنت أبقى محتاجة برضو مجال الإعلام طيب ينور أنت من القاهرة وشفنا لك فيديوهات من الإسكندرية وحتى الأقصر وأماكن مختلفة يعني لكنها قليلة مقارنة بفيديوهاتك اللي هي من القاهرة نعلم طبعا أنها مدينة كبيرة لكنها في نفس الوقت معالمها مشهورة برضو ومصر أكيد مليئة بالأثار المغمورة لماذا لا تخرجين في رحلات أكثر خارج القاهرة هنا بحاول على قد ما بقدر أن أطلع برا القاهرة يعني أن أنا لدي فيديوهات كتيرة قوي في لقصر وأسوان في اسكندرية في دهب في مارسا عالم في حتة كتيرة جدنا وفي حاجات كمان كانت برا مصر بس هي الفكرة كلها أن أنا جوة القاهرة أنا ملتزمة بأن أنا قاعدة موجودة هنا جوة القاهرة وزي ما أنت بتقولي القاهرة مليانة فعلا أماكن كتيرة جدا أماكن معينة للسفوت والدوق والتركيز كله بيبقى عليها وفيه أماكن تانية كتيرة محدش عارف عنها أصلا حاجة خالص أماعرفش أنها موجودة أنها جنب البيت عندي أو في نفس المنطقة بتاعتي فده اللي بحاول عمله أن أنا أوريك أن في نفس المنطقة اللي أنت عايش فيها أنت حاوليك أماكن أثارية كتيرة قوي يعني أنت بتحاولي تطلع الأماكن الأثرية المغمورة اللي مش كل الناس بتعرفها يعني بالضبط بالضبط كده طيب من خلال تجربتك يا نور هل يمكن أن نكتفي بمشاهدة هذه المعالم عبر الفيديوهات أم من الضروري أن نقوم بزيارتها زيارة الأماكن الأثرية ليها طبعا خاص كده يعني أنا بحس أن في أماكن معينة رحت المكان لوحد وهي ممكن ترجعني للفترة دي أو أن أنا بقى بمشي وسط الحاجة أن أنا شايفاها بعيني دي طبعا ليها طبعا خاص جدا بس ساعات حاجز المكان والحاجز الوقت حاجز الفلوس حاجات كتير قوية بتمنعني أن أنا أقدر أروح المكان ده فعلى ألقل ما بنقدر يعني نكاسم النوع محتوى أن نحن نصور لك الأماكن أو نحسسك أن أنت دخلت جوة المكان نفسه بس هي طبعا زيارتها حاجة تانية خالص يعني طيب يمكن ده بيقودنا إلى السؤال تحكي لنا أكتر عن قصة حياة الفيديو اللي بتعمليهم يعني الفيديوهات اللي بتعمليهم تحكي لها إزاي بتظهر لك الفكرة إزاي بتختار المكان إزاي بتكتب السكريبت مثلا أوكي الفكرة الأول هي بتبقى يعني شوية ريسورش كده أنا بس أسأل ناس في مناطق معينة يعني ساكنين في مكان معين فأسألهم إيه الأماكن الأسرية اللي حواليكو الريسورش بياخد مني شوية وقت في الأول وأن أنا أتأكد كمان من صحة المعلومات لأن أنا بقول بطلع مثلا في الفيديو أقول للمعلومات تاريخية فللأسف لو المعلومة مستصحة أو فيها حاجة غلط دي ممكن حاجات بتدايق الناس في التعليقات أو حاجة فأبقى عايزة أركز كويس جدا من صحة الكلام اللي هقوله عشان في الأول وفي الأخر دي مش دراستي برضو فأنا محتاجة أذاكر الحاجة قبل ما أعملها ما دي كيبا نزلت مكان التصوير في أغلب الأوقات ببقى لوحدي يعني أنا اللي بصور وأنا اللي بمنتج وأنا اللي بعمل كل حاجة فلو نزلت المكان لوحدي بيقع معي معدات كده بتاعتي ببقى أصور بيها وابدأ بقى بعد كده مرحلة يعني أن أنا منتج أو أن أنا أعمل آدت على الفيديو نفسه وأعمل بقى الفي او أكتب السكريبت بتاعي وأعمل عليه الفي او أنا بحب أن الفيديوز متبقاش طويلة وعايزة فيديو صغير يعني دقيقة دقيقة أو نص أقصى حاجة علشان أعراريك المكان بس ما حستكش بملل وزهب يعني دقيقة ونص بس تكفي أن أنت تعرف قصة المكان اللي أنا موجودة فيه طيب التصوير في الشارع دايما بيبقى مليان بالمفاجآت إن هل يمكن أن تحكي لنا عن أكثر موقف لا تنسيه أبدا من كواليس تصوير مكان ما في حاجة كثيرة قوي بس مثلا أبسط حاجة أن أنا أغلب الأماكن بتبقى في مناطق شعبية في الكهيرة فبيبقى شكل المكان شوي الناس بتبقى مستغرباني مستغربة يعني شكل اختلاف سكافة يعني أو حاجة فبنبقى مركزين مع بعض قوي هما بيبصوا لي فمركزين معي كانت حاجة بتوترني شوية في الأول بس بعد كده خلاص تعودت عليها وحكي أمان إن أنا في نوع كده من الفيديوز اللي بعملها بتبقى لزيارة مثلا الكنيس فلو نزلت مكان نزلت كنيسة أسرية أو حاجة الناس بتبقى مستغربة شوية فكرة الاختلاف يعني لو أنت تتصوري ليه بس بعد ما بطمينهم وأبدأ أقولهم إن أنا هتطلع فيديو شكله حلو أو أنا هتطلع محتوى شكله لزيز أفرجهم على حاجة عملتها قبل كده بيبدأوا يتطمينوا بقى وبدأوا يبقوا مبسوطين وبيبقوا يعني ترحبين جدا بيا يعني فبقوا مبسوطة بقى وأنا ماشية في الآخر مكونة مثلا صدقات مع الناس مستنين بقى يتفرجوا على الفيديو بالضبط يعني كتير من الناس سألونا إن احنا نسألك حول انطباعك أو شعورك عندما تتجولين في شوارع القاهرة في أماكن كده ما بنزلها في القاهرة الأماكن الأسرية الأديمة يعني بحس بجد أن أنا رجعت الفترة دي كل حاجة شكل المكان بس سعاد بيصعب عليها فكرة الإهمال إن المكان مش باخد حقه كفاية ومش باخد الرعاية اللي يستحقها فتي حاجة سعاد بتزعني وبتضيقني بحس الموضوع يا الماحكان ده بجد يستحق إن هو يتبروز أكتر من كده نهتم بيه أكتر من كده بس موضوع عمتا بفكرة الناس الناس بتبقى لزيزة وطيبة وبتبسط بقى أن أنا بصور سعاد بيجوا يسألوني على اسم الأكاونت بتاعي بتبسط لما حد بيعرفني يعني ما حد يقولي أنا شفت الفيديو بتاعك قبل كده أو أنا بتفرج على الفيديو بتاعتك فازي أنا بتبسط بيها قوي طيب يعني شبرة مليئة بالمعالم يا نور مظبوط؟ أكيد طيب احكي لنا عن المعالم الأقرب لكي في شبرة أنا أصلا من سكان شبرة فدي منطقتي فأنا يعني بدأت أشوف إيه الحاجات اللي موجودة عندنا في منطقة شبرة ومش معروفة أو للناس أو للسوشال ميديا أو للناس مش عارفاها يعني غير سكان منطقة بس فلاقيت أصر عمر توسون أصر عمر توسون هو قريف جدا من البيت بتاعي فأنا دايما بعدي عليه من وانا صويرة يعني رايحة جاي عليه الأصر تحفة وجميل جدا بس للأسف مش مفتوح ومش معروف للناس فبدأت عمل عنه فيديو الفيديو ده جاب مشاهدات كتيرة جدا وجاب تفاعل كبير جدا من الناس خصوصا إن المكان حواليه قصة غمضة كده شوية قصة رعب فدي حاجة برضو الناس بتحبها أو الناس بتتنترأكت معيها قوي فده ما كان بجد من وانا صغيرة وانا نفسي بقى وانا معدي عليه ليه ما يتفتحش منكش نزوره انت قلت يا نور قصة رعب شبيهة بقصة البرون شبه قصة البرون شوية أنا عملت برضو فيديو عن البرون بس قصة عمر توسون هي أصلا اتعملت في كذا في مسلسل أو كذا فيلم بس ما تقالتش لنا عن القصر ده حتى الناس في الكومنتات بدأوا يكتبوا ان احنا دي شفناه في الفيلم كذا أو في مسلسل كذا فكنت مبسوطة ان انا الحاجة اللي شوفها من وانا صغيرة قدرت بعد كده اتكلم عنها وانا اطلحها لهم يعني طب احكين لو خبرين لعن اكتر مكان زورتي وخيب ظنك خيب ظنني مش خيب مش مكان بس انا كنت انا من ضمن المحتوى اللي بعمله بعمل فيديوز عن القبائل العربية ففي قبيلة في مدينة يعني في مصر سفرت ان انا عمل عنهم فيديو وبجد الفيديو ده انا تعبت فيه يعني الصفر كان صفر مجهود كبير جدا وعملت مجهود في الفيديو بس بعد ما رجعت والفيديو خلص حصل يعني مشاكل مع اهل القبيلة دي فسعيتها زعلت جدا حتى مسحت الفيديو وردت عليه بعد كده بس دايقت ان انا مجهود عملته بس ما اتفهمش صح او ما يعني كان نفسي يتفهم بشكل احلى او المجهود يتقدر اكتر من كده طيب ايه اكتر مكان ابهرك في الحقيقة يعني اكتر مما كنت تتوقعي اه كان ابهرني اه اصر اه اصر اسم ايه سوري اسوري اه اصر الامير محمد علي في المانيا كما لا اسميش بمكان طيب ده بجد حلو جدا يعني كبير جدا ده اللي عجبك وبش باحتت حقه خالص جدا كبير اوي وحاسا ان انا مقدرتش اغطيه في فيديو واحد فحاسا ان انا نفسي روحه تايمي طيب يعني احكيلي عن حجم التفاعل معك من قبل المطلقين للفيديوهات بتاعتك يعني شو الرسائل بتصلك من خلالها او انا الفيديوز بتاعتي كلها انا بدأت الاول وصلا على تلاتفورم زي تيك توك كده وتيك توك كل المستخدمين بتوعوا بالنسبة يعني اللي احنا بنقول عليها هم الاندر ايج والتين ايجرز المراهقين ففكرة ان انا خلي حد يعد او مراهق يعد يتفرج على فيديو انا بديله فيه معلومات تاريخية دي مش حاجة سهلة خالص انها كدت تحصل بس الفكرة بقى ان هما بقوا بيحبوا الفيديوز جدا بقوا بيعودوا مستنيينها بقوا بيدفعلوا معايا في الكومنتات ان هما يعملوا منشن لبعد او ان هما يعملوا سيف للفيديو علشان يروحوا المكان ده بعد كده بيعودوا ان هما يتناقشوا معايا بقى طب المكان ده اني وصلوا ازاي طب انت عرفتي تصوري ازاي فبحس انه حاجة كانت صعبة انها تتحقق ان انا خلي مراهق مثلا يبقى بيتفرج على فيديو بيحبوا لا هو بقوا بيحبوا جدا وبقوا عايزين يروحوا يزوروا الاماكن دي فبدي اكتر حاجة بجد بطبست بيها قوي اكتر مكان نفسك تروحي وتعمل عنه قصة نفسك تفر المينيا قوي بجد يعني من الديسنيشنز اللي نفسي يروحها جدا ومحضرة فيها فيديوز كتير قوي نفسي عملها هي مليانة بجد مليانة بجد مليانة كمية اثار مختلفة اثار اسلامية واثار مسيحية واثار فرعونية بجد مدينة فيها كل حاجة ممكن تتعامل فمن الديسنيشنز اللي انا مكرره فيها فيديوز كتير قوي ونفسي بجد اقدر اسافرها قريب او اقدر اروحها هناك وطلع الفيديوز بالشكل اللي انا نفسي فيه طيب يا نور اريد ان اطلب منك فيديو بشكل شخصي عن مكان اود ان ازوره وهو معالم باب الوزير في الدرب الاحمر في القاهرة يعني في القاهرة الفاطمية طبعا اتمنى ان انت تعملي فيديو وتعرفينا عن هذا المعلم التاريخي نور نبيل اشكرك شكرا جزيلا يعني ده ان شاء الله من التورس الجاية ان شاء الله ان شاء الله مستنى الفيديو شكرا جزيلا